بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضرورا أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الأثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة طريق الأوتستراد نافق العروبة بصلاح سالم طريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدنتي من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عرب كسحة للمياه كما تضمنت الأوامر قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان ترجمة نانسي قنقر من جانبهم أعرب المواطنون عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم القوات المسلحة دايماً بتمدنا بكل اللي إحنا محتاجين تحية خاصة للجيش المصري ورجال الجيش المصري اللي جوم ينقذونا من القلق اللي إحنا فيه وينقذوا الناس الغلابة وكلنا في ظهر جيشنا وشرطتنا وتحية مصر تحية مصر تحية مصر كما قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع عدد 34 معدة هندسية في قرية الدسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة فضلاً عن أعمال شغط المياه يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمراراً لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضررة اشتركوا في القناة